أكد وزير العدل الشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي الخليفة أن الوزارة ستقوم بمساءلة كل من يقوم بتوظيف الدين لصالح أي ترتباطات أو ولاءات تنظيمية لدولة أو جهة خارجية تستهدف سيادة الدول ووحدتها واستقرارها سواء أكن ذلك عن طريق الجمعيات السياسية أو جمع المال للأغراض الدينية أو الخطاب الديني ولفت وزير العدل إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي جمعية سياسية تقوم بالاتصال أو الارتباط بأي شكل مع قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر أو تأييدها من خلال جميع وسائل النشر أو أي أدوات للعمل السياسي وأكد وزير العدل على أن التعاون مع وزارة الداخلية قائم وبشكل مستمر في مكافحة جرائم جمع المال أو قبول التبرعات التي تكون مرتبطة بتلك الجهات وأشدد وزير العدل على رفض كل أشكال الارتباط الذي يتخذ من تنظيمات خارجية مرجعية للتدخل في الشؤون الداخلية قائلا إن الانتماء للدين والوطن يكون بصون سيادة البلد وأمنه وحماية مكتسباته وتقدمه وقيم المواطنة والعيش المشترك وأكد مع علي الوزير على أهمية مواجهة أي مسار يتعارض مع الثوابت والمصالح العليا للمملكة وبما يعكس الإيمان العميق والالتزام الواجب وتحمل المسئوليات جه كل أشكال التطرف والإرهاب والعنف أيا كان مصدره